بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنكمل معا مشوارنا في شرح مادة التربية الإسلامية للصف التاسع اليوم سنشرح الدرس العشرون بعنوان نبي الله يونس عليه السلام الملقب بذنون الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه يونس إلى أهل نينوة وهي تقع في موصل في العراق دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام لكنه طلب منهم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسهم أراد من هذا التفكر أن يدركوا أن لهذا الكون خالقا عظيما وهو الله سبحانه وتعالى ويستحق أن يعبد وحده دون سواء سيدنا يونس استمر في دعوة قومه فترات وأيام وسنين لكن قومه كذبوه أذوه بالتالي بقي يونس عليه السلام مستمرا في دعوته إلى قومه دعاهم إلى الإيمان مرارا وتكرارا لكنهم لم يستجيبوا أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لكن يونس عليه السلام لم ييأس من إيمانهم ووصلوا لدعوتهم وتحذيرهم من عذاب الله تعالى وقال لهم أن هناك عقوبة كبيرة بأي شخص لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بما جئت به كنبي مرسل من الله سبحانه وتعالى بعد أسرار قومه على الكفر غضب يونس عليه السلام ورحل عنهم لكنه رحل وهو قاطع الأمل من إيمانهم هنا يجب أن تعرف عزيز الطالب أن الأنبياء لا يهاجرون من بلدهم ومن عند أقوامهم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام خرج من قريته من نينوى وبقي في الطريق حتى وصل إلى الشاطئ في الشاطئ وجد سفينة فلما وجد هذه السفينة صعد إليها وكان من المحببين والمقربين إلى كل الموجودين فيها سارت هذه السفينة في عرض البحر بمن فيها فجأة صار هناك عصار شديد في البحر اضطر من على السفينة أن يقوموا برمي بعض البضاعة الموجودة عليها فإبقاء ما يبقيهم على قيد الحياة ألقوا القليل بعدها اضطروا إلى رمي أكثر مما رموا فاستمروا في رمي البضاعة حتى لم يبقى على السفينة سوى الناس فلما جاء دور الناس وضع كل من على السفينة سهما يخصه ليقوموا بإجراء قرعة حتى يبدأوا برمي الناس من على السفينة من بين السهام كان سهم يونس عليه السلام لما أقاموا القرعة أول مرة كان السهم الذي اختاروه سهم يونس عليه السلام فقالوا أنه رجل صالح لن أخذ سهمها أعيدوا الكرة في المرة الثانية كذلك في المرة الثالثة كذلك فيونس عليه السلام قال أنه يجب أن يلقوا فيه في البحر هنا إعجاز الله سبحانه وتعالى يوضحني فالتقمه لو أن الحوت أكل يونس عليه السلام بأسنانه لكان قد مات لكن التقمه أي بلعه دون أن يسرده بين أسنانه يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت أدرك أنه في ضيق شديد وأنه تعجل على قومه ولم يصبر عليهم فأخذ يذكر الله تعالى ويسبح ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه بصدق وإخلاص حتى جاءه الفرج يونس عليه السلام في بطن الحوت ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى أصر دعا وأجزل في تسبيحه واستغفاره وهو في بطن الحوت أمر الله سبحانه وتعالى أن يقوم الحوت بإلقاء يونس عليه السلام إلى الشاطئ وذلك لأنه كان من المسبحين نجاه الله سبحانه وتعالى من الضيق والظلمات والخوف الذي يعانيه وألقاه الحوت إلى الشاطئ ذلك نتاج تسبيحه واستغفاره وإبقائه في أن يدعو الله بصدق تام حتى يزيح عنه هذه الغمة فجاءه الفرج فألقاه الحوت على الشاطئ في الحراء من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنبت عليه نبتة اليقطين فبقي تحتها تظلل فيها وأكل من ثمرها حتى عفاه الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني لبقي يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة لو أنه لم يكن من المسبحين كان نذر العذاب بعد خروجه من نينوى قد جاء لقومه فوقع الخوف في نفوسهم وأصابهم الهلع وأدركوا وقتها أن يونس عليه السلام كان صادقا في إنذاره لهم وعادوا إلى الحق وآمنوا وصدقوا وندموا وتابوا عصى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم عندئذ كشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب لما صدقوا في توبتهم وإيمانهم إذن الصدق في الدعوة بداية أدى إلى نجاة يونس عليه السلام والصدق في التوبة نجا قوم يونس عليه السلام عاد يونس عليه السلام إلى قومه فلما عاد إلى قومه نجوا من الحذاب بإيمانهم فوجدهم عندما عاد يونس إلى قومه وجدهم يوحدون الله سبحانه وتعالى وكان عددهم أكثر من مئة ألف فأخذ يعلمهم الدين ويهديهم سبول الرشد وعاشوا حياة كريمة في ظل الإيمان وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون هنا نكون قد تحدثنا عن قصة يونس عليه السلام كاملة ماذا استفدنا من هذه القصة؟ أن الصبر على الناس عند دعوتهم إلى الخير وأن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأكثر من الاستغفار لأنه من جاء أذكر الله سبحانه وتعالى في إسراري وإعلاني وأدعو الله تعالى في الرخاء والشدة وأقدم ما يحبه الله تعالى على ما تهواه نفسي سنقوم بحل الأسئلة سويا بداية إلى ما دعا الرسول جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته لماذا قرر يونس عليه السلام الخروج من نينوى؟ خرج بعد إصرار قومه على الكفر غضب منهم على يونس عليه السلام لأنهم لم يستجيبوا لدعوته ورحل عنهم قاطعا الأمل من إيمانهم وضح التغير الذي حدث في موقف قوم النبي يونس عليه السلام من دعوته أدركوا أن يونس عليه السلام كان صادقا لما دعاهم إليه من الحق فآمنوا وصدقوا وندموا وتابوا عسى الله أن يغفر لهم أربعة الملقب بذنون هو النبي يونس عليه السلام الشجرة التي كان سيدنا يونس تحتها أو استضلت تحتها هي شجرة اليقطين كان مصير قوم يونس عليه السلام أن نجا من العذاب بعد إيمانهم بذلك ننهي درس يونس عليه السلام وحل الأسئلة دمتم سالمين يعطيكم العافية